التهويدات التي تغنى للأطفال قبل النوم جزء أساس من حضارات الشعوب وتواريخها الثقافية المغروثة عبر التاريخ تشترك جميع التهويدات مهما تغيرت الثقافات واللغات في بعض الخصائص موسيقى هادئة وكلمات بسيطة تتضمن ألوان المشاعر الإنسانية ومختلف الحالات المزاجية دار النشر فيسيولكا نشرت مجموعة من هذه التهويدات لأشخاص يعيشون في أوكرانيا منذ فترة طويلة وقد شارك الأطفال في تصميم الرسوم التوضيحية لهذا المشروع المزيد في تقرير إنيسا زاننا فولودمير هو أحد مصممي رسومات كتاب تهويدات الشعوب كان مغرما بتهويدة من التراث اللتواني ولذلك كان عليه رسم صبي يهز طفلا في المهد وقد أبدع في إنجازه كانت أمي تغني لي تهويدة ما قبل النوم وقد ألهمتني برسم طفل ينام على وقع الهدهدة لقد أحببت ذلك حقا وأنا مستمر الآن في هذا الاتجاه يساعد بإنجاز مشروع تهويدات الشعوب العديد من الأطفال من دوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم فولودمير فقد نشرت الطبعة الأولى من الكتاب العام الماضي في إقليمي دنيبرو وكييف حيث ساعد قرابة مئة طفل في تصميمه في ظل جائحة كورونا توسع المشروع ليصل إلى كندا بفضل الدروس عبر الإنترنت الجزء الأول كان حول دراسة ثقافة الأقليات القومية التي تعيش في أوكرانيا أما الجزء الثاني فهو العلاج بالفن أي بعد دراسة المعلومات حول ثقافة قومية معينة يستمع الأطفال إلى كل تهويدة بلغتها الأم ومن ثم يقومون بتصميم الرسوم التوضيحية التي تضمنها الكتاب تحوي صفحات الكتاب 12 تهويدة كتبت كلماتها بلغتها الأم مترجمة إلى الأوكرانية التهويدة العربية ترجمها الأستاذ صالح عبد ترجمة الكلمات وتحضير المواد جاء متسلسلا كان المشروع جادا ومتقنا وبقيت أتابعه لحظة بلحظة إلى أن تم إنجازه وذلك بسبب الصعوبة في طباعة الأحرف العربية فقد رقبت ودققت عملية إضافة اللغة العربية بشكل صحيح لا يتضمن الكتاب كلمات فحسب بل يحوي أيضا ألحان التهويدة على سبيل المثال يمكن الاستماع إلى التهويدة اللتوانية عن طريق مسح هذا الرمز والتوجه إلى الموقع الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر